بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحب أجمعين أما بعد هيا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أعرض فيها شخصيات عراقية ضحت طويلا وعملت كثيرا وجاهدت في سبيل الله وأعطت بلا حدود ليصل إلينا الإسلام غضا طريا كما أنزل وإلا الحمد والمنا وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية بعض أخبار الأسد الكبير سعد بن مالك المشهور بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه واليوم أذكر ما جرى على يديه من فتح العراق وإخراج أهله من الوثنية إلى نور الإسلام وإلى ضياء الحق وإلى الحمد والمنا وكأن الله تعالى عد سعدا لهذه المهمة الجليلة فإنه قد مرض في فتح مكة ليس مرض في فتح مكة وأوشك على الموت فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ابنة واحدة فقط أفتصدق بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال فالثلث كثير فدع له بالشفاء وعفاه الله تعالى وشفاه لمهمة جليلة كان يعدها له ومهمة وأي مهمة هي كان عمر رضي الله تعالى عنه قد أراد أن يخرج بنفسه لغزو العراق وفعلا جمع الجيش وخرج أميالا من المدينة وجاء بالمهاجرين الأولين جاء بالمهاجرين الأولين رضي الله تعالى عنهم جميعا ليستشيرهم واستشار علي وكان بعيدا فأمر به أن يأتي فأتى من المدينة واستشار كبار المهاجرين ماذا يصنع كلهم أشاروا عليه بأن يذهب لا بأس جاء عبد الرحام بن عوف قال يا أمير المؤمنين أخشى أن انكسر الجيش أن يحدث شيء أو أن يحدث في الإسلام أمر أو شيء فابقى في المدينة وأمر غيرك فكأن مستصوب هذا الرأي فقال عمر رضي الله عنه من قال الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري أي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فاستجاد عمر رأيه وأمر سعدا على العراق كله ذاك أنه كان يتتابع الجند يرسلوا أناسا مع المثنى بن حارثة يرسلوا أناسا تحت النعمان بن مقرن يرسلوا أناسا يعني هكذا يصنع رضي الله عن عمر مددا لكن في النهاية كان الأمير العام القائد العام كما نقول اليوم كان هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خف سعد للخروج لأن قضية قضية شرف عظيم أن ينشر المرء الإسلام في تلك الديار وهذه الربوع وأن يعلي راية الله في الأرض وأن ينير قلوب الناس وعقولهم بهذا الدين العظيم وكانت أول معركة وهي معركة جليلة وعظيمة جدا معركة القادسية وكانت مؤرخون يقولون سنة أربع عشر خمس عشر يعني في هذه الحدود لا بأس فهذه المعركة كان في الجيش الأول جيش القادسية كان فيه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من الصحابة وهذا عدد كبير وكان فيه سبعمائة من أبناء الصحابة وباقي الجيش قرابة ثلاثين ألفا من التابعين رضي الله تعالى عنه أجمعين سعد كان به دمامل أكرمكم الله ما يستطيع حتى الجلوس على الدابة فكانت تفرش له وسادة وينبطح عليها يوجه الجيش انظروا كيف وضعه الصحي كما يقال اليوم مع ذلك يبقى موجها لجيش وقائدا رضي الله تعالى عنه فالمعركة طويلة الذيول أنا أريد أن أختصر وأوجز لأصل اللب القضية وهو المهم المعركة هذه استمرت أربعة أيام سعد كانت إشارة البدء عنده التكبير ثلاثا ماذا قال سعد رضي الله عنه قال إن الله رزقكم التكبير وخصكم به بين الأمم الله أكبر التكبير الذي يلقي الرعب في قلوب الكافرين والذي ينتخي به المؤمنون ويعودون من خوف إلى أمن ويعودون من فرقة إلى اجتماع في المعركة في وسط المعركة واحتدامها وشدتها التكبير الذي أخفوه عننا في هذا العصر للأسف الشديد دخل المسلمون معارك مع اليهود هم لا يعرفون التكبير دخلنا معركة سنة سبعة وثمانين أي سنة سبعة وستين النكبة العظمى والتكبير محجوب عن الجنود وكانت الصيحة وتعلمون ما الصيحة التي علموها الجنود لألا يعلمهم التكبير صيحة هاع كان الجندي إذا خاف في المعركة يصيح هاع كالبهيمة أين التكبير الذي رزقنا الله تعالى إياه كما قال سعد في القادسية وخصن به بين الأمم أخفوه أخفوه عننا حتى لا نعرفه حتى انهزمنا هزيمة منكرة في النكبة العظمى فسعد كانت إشارة بدء عنده التكبير يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم الله أكبر وبدأوا أربعة أيام بلالهن قتل فيها ثمانية آلاف وخمسمائة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وعدد ضخم بمقاييس ذلك الزمان وعدد ضخم بالنسبة لمن قتل من أشراف المسلمين وعظماء المسلمين لكنه الجهاد في سبيل الله لكنه العمل لدين الله تعالى الذي لا بد فيه من تضحيات ولا بد فيه من بذل ولا بد فيه من عطاء وكانت أربع وكانت أربع ليال صعبة على المسلمين ولكنهم صبروا وثبتوا ثبات العظماء الرجال الكبار حتى دحروا الفرس ولله الحمد والمنى ولله الحمد والمنى وهذه نعمة عظيمة وجرى في القادسية أمور وكان مع الفرس أفيال أفيال هائلة ضخمة قيل إنها كانت ثلاثة وثلاثين فيلا ومعهم الفيل الأبيض يتقدم وماذا تصنع الخيل إذا رأت الأفيال الأفيال خاصة إذا كانت الأفيال كبيرة الحجم عظيمة القدر فالخيل تخاف منها فخف لها عظماء الصحابة تصوروا صحابي برمح يتصدى لفيل هذا شيء عجيب يعني وشيء عظيم فهذا يتصدى لها عظماء الصحابة فكانت الأفيال تطأ هؤلاء العظماء وتسحقهم برجلها لكنهم كانوا يوجهون الرماح إلى عينيها وكانت الرمية وتصيب بفضل الله تعالى وخف الأفيال سراعا وانهزموا من المعركة وصارت فوضى هائلة وانكسرت جيش والله الحمد والمن لكن انظروا إلى البطل العظيم الذي يتصدى لفيل ومعه رمح أو سيف أو نشاب أو سهم ماذا يجد يمن فيه لكن المسلمين آنذاك ما كانوا ما كانوا يحسبون هذه الحسابات إنما كانوا يجاهدون ويقاتلون تحت قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر بعد أربعة أيام بلياليهن انتصر المسلمون وهرب الفرس في دجلة إلى الناحية الأخرى إلى ناحية المدائن وأخفوا السفن وما كان عند المسلمين سفن آنذاك كما معلوم ما كان المسلمون يعرفون البحر ما نزلوا البحر إلا زمان عثمان رضي الله عنه فما كان عندهم سفن وماذا يصنعون ودجلة قد عظمت وفاضت وسود دماؤها من كثرته وقذف بالزبد فماذا يصنع المسلمون اسمعوا من عجائب الدهر أن سعدا رضي الله تعالى عنه قال نحن رسل الله تعالى وجنده نستعين بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأمر الجند أن يخوضوا دجلة الله أكبر كيف يخوضوا دجلة بدون سفن هذه ما حدثت في التاريخ هذه إلا ما حدث من علاء بن حضر من المدائب البحرين وكان العدد الجيش محدودا لكن هنا مع سعد قرابة ثلاثين ألفا بالأكثر من ثلاثين في وقعة المدائن لكن اسمعوا كيف يخوضون البحر يعني دجلة كان مثل البحر آنذاك من شدته ورميه بالزبد وسوداد مائه فهو أمتار كثيرة هو أن الإنسان يغرق الخيل تغرق ما تستطيع أن تعبر لكن سعدا رضي الله تعالى وجمع المسلمين واستشارهم وقال نحن خرجنا في سبيل الله نستعين بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وباسم الله نخوض وهنا انتدب شجعان المسلمين وعظماء المسلمين للبدء في الخوض حتى يحموا أجهة الأخرى وكان الأعاج منظرون إليهم فجاء الكبار وكبار الأبطال فعدوا في البدايات ستين رجلا ووصلوا إلى الجانب الآخر والفرس يرونهم يقولون ديوانا ديوانا أي مجانين مجانين لم يتدأ يخضون النهر لأنهم علموا أنهم سيغرقون لكن لما ثبتوا وكانت السروج ظاهرة والخيل تطفو على سطح الماء كأنها على خشب وكأنها على قوارب الله أكبر فعد الستون ثم عد باقي الستمائة الذين ندبوا أنفسهم لهذه المهمة وكانوا مشجعان الرجال وعظماء الرجال حتى وصلوا إلى الجانب الآخر ليحموا المسلمين إذا عبروا فابتدأ المسلمون بالعبور وغطت دجلة غطيت بهذه الأعداد الهائلة من الجيش وما فقد المسلمون رجلا ولا فقدوا متاعا حتى أن أحد الأفراد الجيش المقاتل فقد قدحا من خشب لاشتداد الموج ذهب القدح فقال اللهم لا تجعلني أفقد من متاعي شيئا فأتى الله تعالى بالقدح بموجة من الأمواج وجاء إلى الجيش المسلم فسلموه للرجل سبحان الله العظيم وخرج المسلمون وما فقدوا رجلا ولا فقدوا متاعا وخرجت الخيل تنفض عنها الماء وتعجب الفرس وهربوا من هذا المنظر ما استطاعوا منظر عجيب منظر فريد في تاريخ البشرية لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ليعبر البحر ومعه أصحابه فلق البحر لهم في القتين فكان كل فرق كالتوضي العظيم كما أخبر الله تعالى ويبس واشتد اليابس وجفت ليعبروا أما هؤلاء فقد عبروا فوق سطح الماء وهذا دال على زيادة فطل لصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ورضي الله عنهم إذن عبر الجيش وتوجه نحو المدائن فكان أول من رأى القصر الأبيض قصر المدائن الأبيض أول من رأاه من رأاه الدرار بن الخطاب رضي الله عنه فكبر وقال موعود الله ورسوله الله أكبر كيف لأن في الخندق كنتم تذكرون لما اعترضت صخرة صلبة كدية المسلمين وستطاعوا أن يكسروها نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربها ثلاث ضربات بالفأس وخرج من كل ضربة نور الله أكبر هذا القصر الأبيض بالمدائن الله أكبر هذه قصور الشام الله أكبر هذه قصور صنعاء هذا القصر الأبيض بالمدائن قصر كسرة وهنا رآه ضرار بن الخطاب فلما رأى القصر الأبيض كبر وقال الله أكبر هذا معود الله ورسوله ولما رآه المسلمون كبروا وصاروا يكبرون إلى الصبح رضي الله عنه انظروا كيف كيف لذلك سلمان كان مع سعد لما عبروا دجلة كان مع سعد بجوار سعد سلمان وكان مترجما سلمان وساط بين المسلمين والفرس سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال إن الإسلام جديد ولقد ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر والله لا يخرجن منها أجمعين أي لا يخرجن من دجلة أجمعين لا يصيبهم سوء وهكذا جرى الأمر الإسلام جديد إسلام دين عظيم جاء من عند الله تبارك وتعالى لينتشر في الأرض وحاصر المسلمون المدائن وحاصروا القصر الأبيض وهنا حاصروا ثلاثا فنزل الفرس وخرجوا منه ودخل سعد رضي الله عنه وتقدم إلى إيوان كسرها وصلى في الإيوان ثمانية ركعات وهي سنة ركعات الفتح وقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين الله أكبر ووجد المسلمون من الغنائم شيئا يفوق الخيال يفوق ما يمكن أن يحصى ويعد لأن هؤلاء القوم كانت زينتهم الحياة الدنيا ما عندهم غيرها فيفوق الحد في الحقيقة ما وجدوه وجدوا بساطا كان في إيوان كسرها وإيوان كسرها كانت ستين ذراعا في مثلها ستين في ستين مربعا وهو إيوان هائل إذن وجدوا بساطا مشغولا بالمجوهرات على قدر الإيوان ستين ذراعا في ستين ذراعا كله من الذهب والمجوهرات وفيه مصورات لمملكة كسرها بقلاعها بحصونها بأنهارها بمدنها مصورة بالمجوهرات في ذلك البساط فكان يجلس على عرشه وأمامه الإيوان والبساط وبجواره ولاة أمور البلاد التي يملكها فيسألهم عن كل ناحية إن أمامهم مصورة ماذا جرى فيها كيف حال أهلها ماذا يصنعون ماذا يعملون إلى هذا الحد وصلوا من من الإتقان لمملكتهم لكن لكن ابتلاهم الله تعالى بالمسلمين العظماء بالمسلمين الكبار لا يستطيعون عمل شيئا أمام هذا الدين العظيم الجديد هذه القطعة الهائلة استوهبها سعد من المسلمين من حق المسلمين المجاهدين لما دخلوا فاستوهبها منهم سعد رضي الله تعالى عنهم فأذنوا واستوهب منهم تاج كسرى وسواريه ومنطقه الذي يلف به وسطه وأرسله إلى عمر رضي الله تعالى عنه وتعجب الناس من هذا البصات في المدينة ما رأوا مثله طبعا وعمر رضي الله عنه نادى من نادى سراقة بن مالك الله أكبر سراقة الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة عندما لحقه سراقة يريد إذاءه فلما أدرك أنه معصوم قال كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى وتاجه قال يا رسول الله كسرى بن هرمز هذا الذي نعرفه صاحب الامبراطورية قال كسرى بن هرمز فجاء به عمر رضي الله عنه عن مرأة من الصحابة وألبسه سواري كسرى وتاجه وقال الحمد لله الذي ألبس تاج كسرى وسواريه أعي رابيا وفي رواية أعرابيا من بني مدلج الله أكبر فهذا هذا الإسلام هذا عظمة الإسلام وطبعا سعد هنا فتح المدائن وبعد المدائن توجه أن كسرى كان يهرب من كل مكان يهرب من هرب إلى المدائن منما اقتربوا من مدائن هرب إلى حلوان لما اقتربوا من حلوان هرب إلى الري لما اقتربوا من الري هرب إلى خراسان وهكذا كان يهرب إلى أن انتهى أمره وقتل زمان عثمان إلى غير رجع وانتهت الدولة الأكاسرة وانطفأت النار وانطفأت الوثنية وإلى الله الحمد والمنى أمر مهم سعد آنذاك رضي الله تعالى عنه طلب منه رستم قائد الفرس أن يرس إليه رجلا عاقل أن يكلمه فأرسل إليه مغيرة بن شعبا ورسل إليه ربعية بن عامر وأرسل إليه ثالثا ورابعا وأرسل مغيرة مرة أخرى لذي يهمنا ما حدث من ربعي حتى انتعلموا ماذا جرى علينا نحن العرب اليوم العرب المسلمين ماذا جرى علينا فأرسل إليه ربعية بن عامر بن عامر أتاه على فرس قصيرة ومع ترسه وسلاح بيده وأقبل في ثياب صفيقة يعني رقيقة ثياب لا قيمة لها فقال إنزع سلاحك قال أنتم دعوتموني شئتم أنا أدخل كما أنا وإلا رجعت عزة عزة فدخل قال إيذن الله رستم دخل فأقبل رمحي يتوكأ وقد فرشوا له النمارق والمجوهرات أرادوا أن يغروه أرادوا أن يبهروه حتى يرجع إلى مسلمين وهم مبهور لكن هيهات هيهات أن يكون هذا من مسلم عزيز آنذاك أقبل برمحي يتوكأ والنصر للرمح خرق بي عامة النمارق حتى يريهم أنها لا قيمة لها عنده فأتى أقبل عرستم فقال ما الذي جاء بكم قال إن الله ابتعثنا اسمعوا اسمعوا الرجل ما سمعنا به ما نعرف حتى اليوم المورخون يختلفون أهلو صحابي أو تابعي ما يدرون ما يعرفوا من هو أحد المسلمين انظروا كيف عبر هذا الرجل العظيم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء اسمعوا الأدب ليس من نشاء نحن من شاء هو لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة الله أكبر حتى نفضي إلى موعود الله تعالى قال وما موعود الله قال الجنة لمن مات والظفر لمن بقي اسمعوا كيف كيف يعبر وأدهش رستم لذاك لما عاد ربعي فانتفت رستم إلى من حوله قال أرأيتم قط إلى مثل هذا المنطق والكلام أسمعتم قط بمثل هذا الكلام قالوا له ماذا قال له الحاشية المضلة قال له معاذ الله أن تترك دينك وتميل إلى هذا إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه اسمعوا العقل ما عندهم عقل الرجل كلمهم كلاما عجيبا وهم ينظرون إلى ثيابه قال ويلكم إن العرب لا تلتفت إلى الثياب ولكن انظروا إلى منطقه لما التفتت العرب إلى الثياب اليوم صار علينا ما صار لما التفتت العرب إلى الدنيا سرنا هيينين سرنا هنا في أعين الناس وسقطنا من عين الله تعالى فصلت الله علينا إخوان القردة والخنازير يسموننا سوء العذاب لما التفتنا إلى الثياب والحلي والمجوهرات والتفتنا إلى زينة الحياة الدنيا سلط علينا أخس أهل الأرض وأحقر أهل الأرض لكن لما كنا عظماء كنا أعزاء كنا كبارا وجبالا ما كان حد يستطيع أن يقوم في وجهنا ما كان حد يستطيع أن يقوم في وجهنا ما كان حد يستطيع أن يصبر على حربنا لكن لما صرنا إلى ما صرنا إليه لما وضعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلف ظهرنا ودبر آذاننا وما أطعنا الله ولا رسوله وعصينا جرى علينا الذي جرى وفعل بنا الذي فعل إذلك اسمعوا إلى ربعي إن الله ابتعثنا إذا المسلمون مبتعثون لمهمة المسلمون أصحاب مهمة جليلة المسلمون أصحاب وظيفة في الأرض إبلاغ دين الله تعالى للناس إيصال الشرع وإيصال العقيدة للعالمين هل لا فهمنا يا مسلمي اليوم ما هي مهمتنا في الأرض هذه مهمتنا هذا عملنا في الأرض اليوم لكن أسف نحن فرطنا في هذه الوظيفة وفرطنا في هذا العمل لأسف الشديد هنا سعد رضي الله عنه بعد فتح المدائن وكان سجارة معركة أخرى اسمه جلولاء وسميت بجلولاء لأن الأرض جللت غطيت بجثث الفرس والله الحمد والمنا وطهروا العراق وأقبلوا على ما يعرف اليوم بإيران يعني وطهروها من الوثنية والشرك وعبادة النار وعبادة الطبيعة إلى عبادة رب العباد فما أحسن صنيع سعد وما أحسن صنيع إخوانه العظماء وما أحسن صنيع أولئك الجيل الرائع العظيم الذي ضحى وبذل وأعطى رضي الله تعالى عنهم وهنا طبعا الصحابة أنشأوا الكوفة فسعده هو الذي كوف الكوفة يعني هو الذي أنشأها رضي الله عنه في مكان أن الصحابة استوخموا المدائن المدائن فيها ذباب وفيها حم ما عجبتهم فانتقلوا منها إلى الكوفة ومصرواها صارت مدينة ومصرت البصرة وجعل على البصرة عطبة بن غزوان وجعل على الكوفة أمراء وكان مساعد أميرا على الكوفة بعد ذلك وتوالى الأمراء على العراق وسعد رضي الله تعالى أنه وضع المسجد الجامع وأمر رجلا بسهم أشد أصحابه رميا بسهم فرمى جهات الأربعة ثم أمر الناس عندما وصلت الأسهم إلى تلك جهة أربعة أن يبنوا بيوتهم هناك حتى يفسح مجانا للجامع وليقصر الإمارة وكذا وخطوا الكوفة وأنشأوا البصرة أنشأوا مدن الإسلام في العراق وانتشر الدين شيئا فشيئا وأقبل العراقيون على دين الله أفواجا حتى تركت الوثنية وتركت عبادة النار ودخل العراقيون في دين الله أفواجا فما هي إلا عقود قليلات إلا وصار أغلب العراقيين من أهل الإسلام وإلاه الحمد والمنا أرأيتم إلى صنيع سعد وإخوانه سعد نبي وقاس أرأيتم إلى هذا العمل الجليل العظيم الذي فعلوه رضي الله عنهم بإدخال قطر هائل ضخم كبير إلى الإسلام وإن جاء أهله من النيران نيران الدنيا بعبادتها ونيران يوم القيامة بالتوحيد والإخلاص وإلاه الحمد والمنا وقد سبقا ذكرت بحلقة الماضية أن سعدا بعد ذلك بعد أن تولى الكوفة اتجه إلى المدينة واعتزل الفتن كما ينبغي للعاقل أن يكون وتفي في قصره في العقيق سنة خمس وخمسين للهجرة وقد نيفع أي زاد على الثمانين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودفن في بقيع الغرقد الذي يضم عشرة آلاف من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه فرضي الله تعالى عن سعد ورفع درجته في العالمين وأعلى منزلته بين الصديقين والمجاهدين والشهداء والأنبياء والمرسيين والصالحين والحقن به على أحسن حال وخيره إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن لقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى مع شخصية جديدة ومعلم من أعلام الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته